وفي شان الانتخاب حذرت مصادر مطلعة من فراغ دستوري ستدخل فيه مفوضية الانتخابات قبل مصادقتها على النتائج النهائية لانتخابة مجالس المحافظات المزمع قامتها في الثامن عشر من كانون الأول المقبل وقالت المصادر إن أخر موعد للمصادقة على النتائج هو في الثامن عشر من كانون الثاني للعام المقبل فيما ينتهي عمل مجلس المفوضين في السابع من الشهر ذاته متسائلة من الذي سيصدق على هذه النتائج النهائية وتابعت المصادر أن البرلمان حاليا يعتزم الدخول في عطلة تشريعية وبالتالي هو غير قادر على تمديد عمل مجلس المفوضين وهذا يعني أن المفوضية ستكون في حالة بفراغ دستوري ومن حق أي مواطن يطعن بالانتخابات حتى قبل إعلان نتائجها